يلزمنا لصنع كعكة الموس 3 على 4 كوب من الشوفان فإذا أردنا الصنع نصف مقدار الكعكة فكم يلزمنا من الشوفان؟ إذا كان المقدار الكامل من الكعكة يلزمه 3 على 4 كوب ونحن نريد صنع نصف كمية الكعكة إذن نحن نريد نصف الثلاثة على 4 صحيح بمعنى أننا نحتاج نصف مقدار الشوفان وبالتالي نصف الثلاثة على 4 إذن ما نقوم به هو فقط ضرب نصف في 3 على 4 وهذا يساوي نقوم بضرب البسط 1 ضرب 3 يساوي 3 2 ضرب 4 يساوي 8 أتممنا ذلك سنحتاج 3 على 8 كوب من الشوفان ودعونا نمثل هذا لنوضحه دعوني أرسم 3 على 4 وهو الكمية اللازمة من الشوفان لصنع مقدار كعكة كاملة أي إذا كنت تريد صنع مقدار كعكة كاملة اسمحوا لي أن أرسم لنفترض أن هذا يمثل كوب وإذا قمنا بتقسيمه في 4 اسمحوا لي أن أقسم الكوب بشكل 4 إذا إذا قسمناه إلى 4 3 على 4 هنا ستمثل 3 أجزاء منه إذا 1 2 3 بهذا المقدار ستمثل الشوفان الآن ماذا لو أردنا نصف هذه الكمية لأننا نريد أن نصنع نصف الكمية فكل ما علينا فعله هو أن نقسم الشكل إلى النصف واسمحوا لي أن أفعل ذلك بلون جديد سيمثل اللون البرتقالي كمية الشوفان ولكننا نريد نصف هذه الكمية إذا سنأخذ نصف كمية الشوفان إذا نصف كمية الشوفان هنا والآن دعونا نفكر ماذا يمثل هذا بالنسبة للكوب حسنا طريقة واحدة يمكن إتباعها وهي أن نحول هذه القطعة الأربع أو هذه الأقسام الأربعة من الكوب إلى ثمانية أقسام دعونا نرى ماذا سيحدث سنقوم بتحويل كل قطعة أي كل ربع إلى قطعتين لذلك دعونا نقسم كل من هذه القطع إلى قطعتين القطعة الأولى نريد أن نقسمها إلى قطعتين الآن أصبحت قطعتين وهذه القطعة الثانية سنقسمها إلى قطعتين والقطعة الثالثة سنقسمها أيضا إلى قطعتين ثم القطعة الرابعة أو القسم الرابع ونريد تقسيمه إلى قسمين والآن ماذا يمثل هذا بواسطة الكسور هنا لدينا ثماني قطع واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية حولنا كل الأربع قطع إلى ثمانية إذن نضع ثمانية في المقام ونأخذ النصف أليس كذلك تذكر أن ثلاثة على أربع باللون البرتقالي واسمحوا لي أن أوضح هذا لأن الرسم قد يكون مربكا هنا ثلاثة على أربعة هذا هو ثلاثة على أربعة هذه المساحة باللون البنستجي هي النصف الثلاثة على أربعة نصف الثلاثة على أربعة ولكن دعونا نفكر بها في حالة كانت عبارة عن أثمان إذن لدينا هنا قسم من ثمانية قسمان من ثمانية ثلاثة أقسام من ثمانية حسن هو ثلاثة من ثمانية أتمنى أن يكون هذا منطقيا بالنسبة لكم ويحمل معنا واضحا إذن نأخذ نصف الثلاثة على أربعة هو ثلاثة على ثمانية